جابت محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الاهلي هيعمل اجتماع قريب جداً مع رامي ربيعة وياسر إبراهيم ليه الاجتماع ده؟ الاجتماع هيبقى بعد السوبر غالباً بعد السوبر المحلي مش غالباً أكيد يعني هيقعد مع رامي ربيعة وياسر إبراهيم عشان يحسن معاهم تماماً ملف التجديد الاتنين هينتهي عقدهم بالمسم اللي هيبدأ ده يعني بعد نهاية المسم اللي هيبدأ ده الاتنين عقدهم هيخلص مع النادي الاهلي والأهل عايز يخلص بدري بدري الحكايات ديت عشان ما يجيش لأخي الموسم ويلاقي نفسه دخل في قصص مع الاثنين اللعيبة فرامي ربيع وياسر إبراهيم قبل بداية الموسم الجديد غالبا هيكون تم تجديد التعاقد معهما اتنين كبار واتنين قدموا للأهل الكثير دي حكاية حكاية أخرى كابت محمد رمضان كمان قرر أنه يعدل عقد مروان عاطية كلام محترم كلام محترم جدا مران عاطية الآن واحد من أهم اللعيب الوسط في مصر سواء للنادي الأهلي أو المنتخب اللعب رفض عروض كثيرة جدا ومغرية جدا الفترة اللي فاتت مران عاطية دلوقتي مع النادي الأهلي بياخد 7 مليون جنيه في الموسم الكابتن محمد رمضان قرر أنه يرفعه للفئة الأولى وياخد 11 مليون جنيه في الموسم مع تمديد عقده لحد 2028 مران عاطية من أهم مكاسب النادي الأهلي في السنوات الأخيرة رائع جدا جدا يعني ترجمة نانسي قنقر